أنت ست مقصة، أنت ميلة بيقض مع عيالك، أنت أكيد عيالك مش عارف إيه بكرة تندمي لما يكبروا وتلاقيهم مش عارف مالكيش داو صباحكم خير عارفين لما ببقى ماشا في الشارع وحد يقولولي مثلا إيه دا إحنا متابعينك من زمان قوي من أيام ما كنت في أمريكا من أول ما بدأتي وبجد شايفين قد إيه أنت تطورتي أو نجحتي معاها أنا بحس كده مايجازت النهاردة واحدة أنا يعني متابعيها لما أنا كنت في أمريكا لما كانت لسه بتبدأ شفتها و هي بجد بتطور من نفسها و شفتها و هي بجد بجد الله أكبر فعلا بتنجح لما كنا النهاردة بنفكر مين الجست اللي ممكن تبقى قريه الإجزامبل لست عربية حقيقي قصة نجاح كدهية قررت تنجح في كل حاجة في حياتها فلما دخلت المدرسة نجحت و بقت من الأوائل لما دخلت كلية صيدلة نجحت و بقت من الأوائل لما و عادي جوزت و خلفت ومشي حياتها و تمشي الحاجات قصتها على سوشل ميديا دايما فيها الحتة بتبين حتة الهيومن اللي فيها لو بص طولها جاية من غير ميكوب لذيذة و طيبة و حقيقي بتبقى ألبع على الحاجة و كل مرة بتنجح بحس إن أنا نجحت معي لإن كل مرة بشوفها من قلبي بقول لها أنا بشجع اللعبة الحلوة و كل مرة لما بتعمل حاجة ببقى حاسة برافو 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 نورهين أنزيل وأنا بحس قد إيه والله إن أنت فرخانالي و دايما بقول إنه هو الإنسان اللي نجح بجد هو اللي فعلا بيبقى كده بيبقى شايف إن القمة هي عاملة كده هي مش مش مسلسة هي هتاخدنا كلنا فأول حاجة مبسوطة قوي إن أنا معاكي النهاردة و شكرا على الدعوة الغالية و متحمسة إن إحنا نقعد و نرغي و زي ما قلتلك أنا محبيتش حتى أفكر حتي ممكن تتكلمي معايا في إيه لإنه أنا جاي أقعد معاكي عايزة أفضل زي منا و سباشيلي معاكي عارفة إن أنا هتبقى قعدة اتنين صحاب بس هنوريها للناس عشان أتمنى إنه في الآخر حد يقدر ياخد ميسج كده من تجربتنا و يستفيد بي نورهان تانكي إنك جيت و أنا عارفة إن أنا يعني جايباكي من آخر الدنيا لا على عيني كمان بس عارفة نورهان ليه لإنه البودكاست ده كله معمولة عشان الحتة بتاعت سوشل ميديا يعني أنا وإنت سوشل ميديا عملتنا فما نقدرش نقول إن السوشل ميديا وحش سوشل ميديا بتطيرنا فرصة فأنا بحب السوشل ميديا و بحترمها بس في نفس الوقت هي بتصدر صورة بيبقى لازم نطلع و نصلح مع إنك إنت من أكتر الناس اللي بحيث إنها طبيعية على سوشل ميديا حقيقي بتبص إن هي والصورة دي بتتغير كل شوية صح صورة كل شوية يعني الأول كانت الناس شايفة إن الناس اللي على سوشل ميديا دي هما أصلا ما بيعملوش حاجة دلوقتي الناس شايفين قد إيه هما ليهم تأثير هنا وبرى مصر وإنه صعب بتعرف تعمل اللي هما بيعملوه الأول كنا شايفين إنه لأ في حاجات كتير قوي فيك لأ بقد قد قنا نعرف نميز مين حقيقي ومين مش حقيقي في الأول كنا شايفين إنه سوشل ميديا إيه ده الناس وحش قوي عن سوشل ميديا لأ هو إحنا اللي شفنا بعض ده على حقيقتنا والمواقف خلتنا نقدر نشوف نفسنا ونقدر نشوف الناس فنقدر نستوعب إحنا أصلا عايشين في مجتمعات عاملة إزاي صح قوي لأنه خلي بالك إنه إحنا ما كناش نعرف حاجة عن سوشل ميديا يعني مش مثلا إحنا صوفنا زمان كتعملة إزاي دلوقتي عاملة إزاي إحنا ما كناش نعرفها ولسه بنتعرف عليها وفي جيل تاني يعني جيل بناتك مش هيعرفوا غيرها طبعا فإحنا دلوقتي I think إنه من جوانا بنحاول نقول أوكي يا جماعة هو ده that became the future خلاص هو ده بقى الوقع فخلينا نعمل من الوقع ده وقع جميل صح صح وإنتي بتخلي من الوقع ده وقع آم لذيذ أنا دايما بقول إنت ما تعرفش حاجة عن شخص غير الجزء اللي هو قرر يعرفولك مهما كان أنا شايفاكي إنتي إنتي بتحاولي هي دي الحاجة اللي أنا عايزة شارت وإنتي حرة بس ده مش معناها إنه إنتي عندك كل الفاكترز دايما بناس إيجابية وبناس دايما بتشجعك على الرياضة والناس دايما بتحبك وبتحبلك لأ أنا عايزة أركز على الجانب ده وأنا عايزة أوري الجانب ده فأنا حتى دايما أقول للناس حتى في حياتي أنا الشخصية بس أنا ما بحبش إنه أدخل الناس في التفاصيل بس لأ أنا وقعت وقعت يعني كانوا لحوالي فاكليين أنا عمري ما هقوم منها لأ أقومت والحمد لله شايفة أني قدرت أعمل حياة الحمد لله حلوة لنفسي والبناتي في شغلي برضو أنت فاهمت أنا الماسترز بتاعتي الناس كلها بتاخدها في سنتين أنا أخدتها في ثلاث سنين الانبي بتاعتي عادي مش مشكلة وقعت في أوقات ورجعت أكملت الناس بتشوف في الآخر الهايلايت من حياتنا اللي إحنا على فكرة هو كلنا بنحب نوري الجزء الحلو بس الحلوة بقى والشجاعة أن أنا في وقعات معينة خلاص أنا حاسة أني لما هتكلم هرتاح لما هجرب قدام الناس هرتاح لما هغلط وعادي هقول أن أنا غلطانة وهتعلم فعادي أنت فهمة فهو ده بس المختلف هسألك سؤال نورهان اللي على السوشيال ميديا كلنا عارفانها مين نورهان اللي مش على السوشيال ميديا؟ نورهان اللي مش على السوشيال ميديا هي نورهان اللي هي بتاعت زمان اللي هي لسه عندي جزء منها اللي هي بيجي عليها أوقات بتعايت كتير قوي 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 زيادة عن لزوم حساسة زيادة عن اللزوم اللي هو جزء بقى أنا شخصيتي برج السرطان اللي هو جوزئية اللي هي ببقاش بنطوي عشان أنا بحب أقعد لوحدي أتونس بنفسي وأفهم نفسي نورهان اللي فشلت كتير قوي اللي ما كانتش واثقة من نفسها اللي كانت ممكنت تسعى ورا حد مش بيقدارها ومش شايفها اللي كانت شايفة نفسها مش جميلة تماما ولما حد بيقولي أنت جميلة كنت بس تقرب جدا أنا أقول أنا يمكن جميلة من جو يا بقى فالشخص ده شافني جميلة أنت فاهمه؟ لأ دلوقتي أنا مختلف أنا دلوقتي لأ أنا شايفة نفسي لأ أنا فعلا جميلة أنا الشعر الأبيض اللي طالعلي جميل أنا بطني الحمل اللي عندي جميلة ويعني نورهان اللي هي لحد دلوقتي بتيجي في لحظات ضعف بترجع لها بقى الشخصية القديمة اللي هي شوية فيها بتخد يعني بسرعة كتير يا نهار أبيض ده ده العادي كان ده العادي سباشي إن أنا عيلة مامتي وعيلة بابايا عندهم التخن عادي ولما تجوزت كمان ياسر عنده وأهله فكرة الأكل اللي بيتخن وما ينفعش أنت لازم تأكل الأكل اللي بتحط في بيت حماكي مع الناس عيب ففكرة إنه شكل جسمي كنت دولوقتي خايفة أدخن زي عيلة ماما وعيلة بابا وأغلب العيلة عاملين عملياتها عشان يزبطوا جسمهم فكنت خايفة فطول الوقت خايفة إن أنا أدخن وتول الوقت كنت شايفة إنه لأ أنا لازم أبقى رفاية قوي وكنت محافظة على وزني طول الوقت معادة لما حملت في نور بنتي تخنت قوي من 25 تقريباً لـ 30 كيلو كان رقم رهيب ومن كتر ما أنا دي كان بداية على فكرة دراستي للتغذية وإن أنا بقى أفهم قوي وتحدى نفسي لإن نور كان عندها كاوم ملك بروتين ألرجي وما لقيتش حد فاهم الكيس بتاعتي كأم بتردع طفل عنده حساسية من بروتين اللبن فأنا ممنوعة من أغلب البروتين اللي ينفع أصلاً أكله فأنا اللي درست وأنا اللي فهمت وأنا اللي خسست نفسي الوزن ده في خمس شهور بالضبط ترجعت آيدل فبالتالي لما حملت في دانيا وتاليا اللي هو ما توقم أنا تخنت 13 كيلو ورجع من ولادة دانيا وتاليا أنا فاكرة أول صورة نزلتها بعد شهر من الولادة ما حدش مصدق إنه دي واحدة والدة توقم انتفا لأ رجعت زبط وزني بس طبعاً كلنا بيجي علينا وقت ما بنبقاش فاهمين قوي جسمينا بس أنا دلوقتي متصالحة قوي مع جسمي حاسة إنه لأ هو ليه أصلاً يبقى وزني مثالي يعني المشكلة لما أدخن شوية يعني أنا أدخن وبرجع أخص وبرجع أدخن بفرح قوي لما طبعاً وزني يبقى في الرقم اللي أنا عايزي بس حتى لما أدخن عادي إيه المشكلة يعني طالما وزني صحي وطالما صحيتي كويسة طبيعياً أنا لما أكتئب لما أتعرض لضغط نفسي لفقد لفشل شديد أنا هيكل إيه المشكلة مش شرط إنه أنا هنزل أطلع أهمي في التنمية أنا أصعب حد تخليه ألتزم برياضة أنا عشان ألتزم بالرياضة روحت دراست سبينينج وبقيت بمرن في الجام عشان يبقى فيه كلاس بمرنه أنا حتى كنت ما أخدش الفلوس إلا أنا أنا بس عايزة بقى بمرن عشان ألتزم إن أنا أروح معادة التمرين وبرضو حتى دفش غالت فيه جبت بقى البايك في البيت عشان أعرف ألتزم عليها ففي الآخر أنا شخص عادي برجع أدخن وخس وبس في الآخر إن أنا شايفة إن أنا نجحة فيه إن أنا كأم وزوجة وحد عنده عوامل كثيرة يتخليني أدخن بحافظ على إن أنا أكون فرنج الوزن الصحي اللي هو مش دايما مثالي بس لا الوزن الصحي بحب فيك المدرسة الوسطية لأن أنا من نفس المدرسة يعني أنا أكشلي لسه عندنا another guest يعني فأنا جاي بها أقول لها أنت عايشوا كده إزاي هي إيه دكتور وعدة أمين جاي بأموت فيها بس مدرسة الكيتو مدرسة إن إحنا بنقفل مدرسة إن إحنا قطعين سكر مدرسة 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 وأنا شايفة إن هي مدرسة دايما بقول واللي فارق معايا قوي إن إحنا هنا في البودكاست ده إن نبقى بنعرض كل مدرسة مختلفة ونبقى بنقدر اختلاف بعض ونقدر إن كل واحد فينا ربنا ما خلقش شبه واحد شبه تاني وما خلقش طريقة شبه تاني بس أنا كده أنا زيك أنا معرفش أمشي على خط كده لا لازم كل شوية أطلع وأرجع أنا الوساطية بتريحني قوي زي ما أنت كنت بتقولي كده كبرت في معسكرات كبرت أقدر أقفل بقي يعني مش صا أنت عارفة إن أنا أسهل لي أقفل بقي وأحرم نفسي والتزم أنا ضعيفة جدا الأصعب عندي الأصعب عندي إن أفك فعلا طبعا لا إن أنا اللي متحود عليه من هنا طفلة إيه جيش معسكر اقفلي بقك الجودو كتلعبت ميزان أنا طفلة عندها قد كده إنه أنا عندها 10 سنين والأكل بتخسر أه بقى بجري وألبس لبس تقيل وانزل أجري وأوزن نفسي وأحرم نفسي وأجيب ميزان وأكسب بطولات وكد فيه يتخلع أرده وش يتفتح قاعد ترمينيتر مش منت يعني مش ممكن فبقى حياتي كلها ده الطبيعي بالوقتي وصولي للوسطية هو أصعب حاج أما اللي أنا عامل البودكاست دا أنا بقى العكس أنا طول الوقت أسهل حاجة الحاجات اللي بتتخن وطول الوقت إمامتي في الحلويات إحنا التوست ده بيتعامل في البيت كل حاجة بتطيق دونتس في البيت كل حاجة في البيت وأنا فجأة أنا عايزة أبقى كده فلا لازم أبقى في النص لازم أكل فطير مشالتت وأكل حاجة مليانة فايرس لازم مش هقدر أنا مش هقدر أكمل أنا عامل حاجة اللي هقدر أكمل تبقى سيلي أنت الجينز بتاعتك مش يورنات بلاست جيناتك خالص الناس فاكرين أننا ممكن أشم الحاجات بس أدخن يعني اللي هو أنا جبعة سيحنا كنت متخيلة أنت جيناتك ما شو الله حلوها حالص أنا بعمل مجهود جبار عشان أقدر أحافظ على وزني خصوصا أنا بقولك العوامل اللي حوالي أنت كما بتتعرضي ساعات لضغط مجتمعي اللي هو لا أول ماعد لسه عاديم مع مثلا صحابنا أول ماعد بصي بقى مش تقوليش بقى هاكل صلطة بس أنا عاملة وعملة وعملة ولازم تاكلي ما تطلبيش صلطة بجد مش بوضع موضوع أن أنا كإنسان دخل قعد على تربيزة شخصي بيعلق على أكلي تتنفر على فكرة والله بجد أنا عايزة عشان نرديك أنا شخصي بحب الناس بقى هاكل صلطة أنا عشان نرديك ما أنا هبوز زي إما حد تروحي ضيفة عند حد لا مش بشرب صودة لا لازم إزاي عشان ما جادش عايزة تقولي كومنت على الموضوع ده عشان أنا ممكن أعمل أي حاجة غلط بس مشربش صودة إزاي ممكن بجد نحترم بعض في موضوع العزومات وإن أنا أستضيفك وكرمك من غير مفرد عليك إيه اللي هيخل في بوئك بس طب أنا هقولك حاجة أنا مامتي مامتي دايما أنا من زمان اللي هو فيش حاجة اسمها نتراها عند صحابك لا أعزميهم كلهم وعزومات البيت اللي هي البيت بقى كان فيه قامت جامعة بنات وولاد اللي هو الصفرة دي مش مكفاية فماما بقى فيها حتة إيه أنا طبقك مش هديكي فرصة تاكلي ولأ ولازم تاكلي ده وأبداً يا ماما طب هي عندها تمرين يا ماما هي اسكت أنت كده أنا مامتي كده مامتي بورجي في جد وهي عندها عرق توركي وسعيدية فاللي هو إيه على نفسك ماشي ده من زمان اللي هو أنت فهم دلوقتي بقى ماما تعمل إيه مثلا يبقى عندنا حد من صحباتي أو مثلا حد ما عرفنا أنا عارفة أن هي حرام بتتابع معي وما صدقت الست أو مثلا واحدة من خلاتي أو مرات خيلي أبداً أنا اللي عامل الكحك سامنا بلدي صافي ولازم تقول تبخودي اثنين بس اثنين ضمرت السر يا ماما انت مالك انت شف هل هو هيبقى شكلنا وحش قدام الناس فريسنت لي بقى أقرب حد في العيلة لا هو حد رياضي 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 لعيب كورة ماشي فكنا في رمضان اللي فات فاللي هو الراجل لسه داخل عيلتنا يعني فاللي هو في الآخر أنا صعب علي من كتر الضغط اللي بيتعامل عليه كل عزومة وجيف رمضان بقى كل حد خلتوا تقول له لا تبدو حتة صغيرة طب ما ينفعش طب أنا اللي عامل فجيت في مرة رحت أنا عملت له سنيكرز بار كده اللي هي من غير سكر قول لك فراملت له بص أنا عامل هيلك عشان أنا عارف قول لهم هكل من دي عنده تمرين الراجل عنده حاجة مهمة أسانا بقول لي كده عشان بجد نفسي الكولتشر بتاع يعني أنا بحب بحب الكولتشر بتاعنا وبحترمه بس موضوع تفضلي عندي ولازم أأكلك الأكل اللي أنا لازم تكليه طب أنا عاملة دايت أنا بحترم موضوع الثقافة دا لدرجة محدش ممكن أنا مثلا لأنه حماية هو اللي بيقول الأزان في المسجد في البلد اللي هم عايشين فيها فلما هروح لحماية بيت حماية أنا لازم ألبس واسع قوي وحط شيلة على راسي فأنا من زمين متعودة لن ينفع حماية لا ينفع موضوع ميديا فأنا متعودة دخلتي على حماية دي لازم أحترم الكولتشر بتاعنا حماية لازم البيض المضحرج البط الوز الحمام المحش لازم ينفع أنا بقى هي وقفة وعمل الكلام دا وأنا ما أروح غير كل شوية وأقول لها مش هاكل هاكل دا مش اوش ها وقال لها مثلا أنا هاكل صلطة أو أنا هاكل حاجة ما شوية تصدقي بعد سنين بدأت تعملي تقولي أنا على فكرة خليت البنات يعملولك كذا خليتهم يجهزولك كذا بس غصبا عنك ما ينفع أنت لازم تأكلي في ناس على فكرة تقدر ومش مهم والله يزعل يزعل يعني لا أنا مش كده خالص دا لا هاكل والأكل بيبقى حلو فبس حب بس بتعرفت ينفلي بعدية بيومين ثلاثة تعرفت بوتيقات على حسب ما أنا بحكي لك لما أنا كنت نفسيا مش مزبطة لأ بقفل إيه دا بالعكس أنا تاني يوم هحلي بقى بحاجة ما كده كده بوزت عارف أنت سي وده الغلط اللي كلنا بنقع فيه إنه لما حاجة بتبوز بترجعت بوزي على الإخر بس أنا طول نور هاندي الوقت في emotional eating يعني مستحيل حد يسمع إنه بحاجة شي صدقها إنه أنا حصلي emotional eating اللي نسف كمي جدا كمان جدا وكنت باكل بهبل لدرجة يعني ماما اللي هي ماما اللي هي لما بخص زيادة تقول لي لأ أنا ما بحبش الشكل ده وانتي بقيت معظمة وبقيت مش عارف إيه ماما متعودة على العز لا تبقي عز قاعدت تقول لي لأ هو أنت بجد عايز تقول لي أنت بقيت حامل يعني شكلك زي تخينت 8 كيلو بعد موضوع بابا اللي أنا تخينت في دانيا وتالي 12 كيلو جسمي بقى غريب باكل بس لأ وباكل انتقام واللي هو أقوم وحط حاجات على بقى واشتري حاجة واكل بالليل وحاجات غريبة اللي هو لأ خلاص مضغوطة فين المشكلة وبعدين هو أنا هل أنا عشان أنا بقول عارفة الصحة من الغلط يبقى أنا طول وقت بعمل الصحة لأ يجي علي وقت لأ وبتحاولي ممكن أقولك حاجة أنا حصلي نفس بقصة فوقت بابايا وتخينت 10 كيلو كنت دايما بقول بس عشرة في جسم أصلا أساسه عضل غير في جسم مبالوش في الرياضة بس أنا حقولك حاجة هو ده حقيقي أنا مش هقولك بس لأ هم بانوا طبعا أنا بيبنوا هدودي يا جماعة يعني خليل الله ده حلو ده فلر موسي جيناتك لي الحمد لله أنا بدخن كلي واخيس كلي فدي حاجة كويسة بس مشكلة خدودي يعني حتلاقيني كده فجأة كده هتلاقي يعني هي قفلت كده بس بس وانا اللي كنت بقولها أنا فعلا كنت أنا شخص منتزم بصحى خمسة ونص الصبح وكنت بروح الجيم والله كنت بدخل كأن والهنا في التمرين أبص على الحديدة وكنت بمصورة صورة وحطة صباحكم خير لأني وصلت والله العظيم بص على الحديدة أنا شايفيها أربعة يعني مش هشي أنا وشلتها حوابية كنت ساعدها بقول يا جماعة هو أنا أن أنا طلع بقول صباحكم خير وبتحك أنا كنت ساعتها كويسة وبتحك بعديها في لحظتها في لحظة الستوري آه وبعديها على طول مش قادر عايز أكل عايز أكل منين يا سيدي أنت نزلتلي عشر عشر ستوريز في الجيم ده معنا أني أنت يومت كله في الجيم لأ كل ستوريز كل أخذت ساعة وعايز أقولك حاجة هو ده معناه إن أنا لو أنا كلت حاجة بالليل محتاجة أطلع أعترف أونلاين يعني إنه يا جماعة يعني إلا أعترفت أنا أحس إنه هو الناس محتاجة الصورة كاملة أنا عارفة كمان متبقى من دم وحد بيبصلك وإنتي مش قادرة كمية تامية لهم أنت يعني للأ لأ قوصي إنتفق أنا لحد لوقتي مش قادرة أفهم فكرة إنه أنا عشان مدربة الناس بتبص في طفائي تقولي انتي بتاكل ايه الناس بتبص على جسمي وشايفين إنه من حقهم عندهم التعليق انه انت كابتن مصر انا بتتقلي كده ايوه او كابتن مصر بقى احنا لازم تكتبع بكل التمرين ده لازم يبقى جسمك بيرفكت هو جسمي بتاعي لنفسي انتو ازاي ممكن حد ييجي يكلم معايا يقول لي انت جسمك محتاجي يبقى بشكل معين انا عايز اقولك انا مثلا اتفاجئت انا حطة صورة مع مامتي قرية دكتورة عنالي قامت لقيتها دكتورة انا فجئت يعني كزا حد عامل خصيصي مامتك الاول ازاي تقداري الام دي خط احمر الناس ترجع تقولك لا تجاهلي اعملي نفسك لا يا جماعة انا شايفة وانا شخص لو انا كنت نفس الشخصية بتاع الزمان كان زماني مهزوزة وكان زماني ممكن احط ضغط على مامتي عشان مامتي تسمع كلامي اللي هي بتقولي بقولك ايه امشي امشي وبصي دوقي بقى اللي مش عارف ايه ضحركتلك البيت في مورتة وعملتلك مش عارف ودوقي حتة وكان زماني ضغط مامتي لا انا مش هضغط مامتي تعمل اللي هي عايزة تدخن تخصي انا حرة انتي ازاي تقولي لي خصيصي مامتي انا يا سيدي واحدة مامتي انا بعالج الناس التخينة او الناس البدينة مامتي بتعالج النحافة مامتي عايزة تخن طول اليوم في البيت احنا احرار مرة كنت قادة في مطم لقيت واحدة جاية بتسلم عليها بتقولي انا اتأكدت ان انتي بس انا اول ما لقيت نزل لبنتك اتأكد يا جماعة مستحيل تكون دكتورة نورهان لا 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 يا جماعة لا مش للدركات ما تحطنيش والنبي في الحتة دي مش ممكن بتتحط في الحتة دي وكلنا محطوطين في الحتة دي فانا بقى لما جيت تخن في ناس كتير لأ شكلك تخن يا سيدي اعايديني اتخن مين قالك ان انا معنى ان انا بديكي نصايح طول الوقت يبقى انا بلتزم انا بشجعك وبشجع نفسي بس انا يوم ما هلتزم بنصايح لما الناس تقولي بقى دلوقتي مثلا انا رجعت زبط وازمت الناس تقولي عملتي ايه بالزبط عملت اللي انا بقوله لكم وكان بيك علي وقت مش بقدر عمله لا دلوقتي بعمله باشرب اللي بقولكو اشربوه باكل اللي بقولكو تاكلوه ملتزمة قوي عصيان متقطع وباشرب اعشاب اكتر وماتشة اكتر ومية اكتر وبامشي اكتر بعمل الحاجات اللي طول الوقت بشجعكو عليها علشان اشجع نفسي ووقت ما بقدر بلتزم بيها انتي الرول موضل اللي طول الوقت بتاكل صلطة اللي طول الوقت بتعمل حاجة فانتي يزمت بي كده وفي نفس الوقت سايبة ولادك وطالة طول مسافرة والام المأسرة ايوه يعني انت را كده يعني فانتي لو جسمك حلو تمام ولو جسمك مش حلو يبقى انتي ازاي يعني انتي ازاي الصراع بتاع السوشيال ميديا ده انتي عايش معي ازاي هقولك حاجة بسيطة قوي اولا حتة الام دي في ناس قاسية جدا 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 وفي ناس حرام الحاجات اللي بتتعرض لها في حياتها عندهم تروما بيعملوها بيظهروها في صورة اسقطات على اللي قدامهم انا في واحدة قالتلي كذا في مكان انا في حد دايما فانا بقى هشوف حد هروح اتهمه انتي ست مقص سنتيميل بيوضع مع عيالك انتي اكيد عيالك مش عارف ايه بكرة تندمي لما يكبروا وتلاقيهم مش عارف ملكيش دعوة يعني هتقولي نصيحة تقوليها بطريقة مهزبة بس انتي في القهر معيشتيش حياتي مكاني ومش عايشة حيات ولادي مكاني ولا انا بقول لك الستة اللي قاعدة في البيت اشتر ولا الستة اللي نكحت وقدرت تكون مثل اعلى لبناتها اشتر مفيش واحدة فينا اشتر على فكرة بس ممكن ستة تكون قاعدة في البيت ومش قادرة تبذي لبناتها او ولادها الكواليتي تايم اللي ستة بتشتغل بتعمل وممكن العكس فهو مش مش معادلة سابتة بالعكس زي ما انتي بتقولي الام اللي طول الوقت متواجدة طب ما هي ممكن تبقى طول الوقت متواجدة ومش عارفة كلمة فكرة ان انا هو انا موجودة عشان الجسة دي موجودة ولا انا موجودة عشان ابقى حقيقي بكونكت مع ولادي بكونكت مع اهل بيتي نفس الفكرة فكرة انه طب ما انا ممكن اروحها ببابا بشتغل وبسات اجزامبل مختلف ولما برجع حتى لو وقت قليل بس هم شايفين طب ما انا بوري بناتي ان انا بسعى بوري بناتي ان انا بنجح وفي ام بتشتغل بيت مجرد ما بترجع هي بتعمل يعني انا بيجي عليها اوقات انا بناتي بيعودوا يقولوا يكامل سادشان ده طالع من اطفالي لا هم مقدرين اوي مقدرين اوي 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 ده بقى ربنا لما يكونوا عايز يراضيكي ايوة ده الا موضوع ربنا ده قصة تانية خالص انا عارفة ساعاته ما تشوفي مثلا حد في حتة مثلا نيوترشن او في حتة الوصفات الصحية او كأم بتشتغل او كهيلث كير بروفاشنال بس واغد بالها من نفسها الحاجات اللي الناس شايفين ان انا مختلفة فيها لا ناس اقوى من هي يعني اقوى 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 سواء في الريسرش في وصفات بتعملها في طريق التصوير في content احلى بكتير بس هي عندها followers اقل وهي اللي تستاهل يكون عندها ملايين الملايين الملايين اروح بصل نفسي انا ما بعملش ربع المجهود ده انا ما بعملش سبحان الله بس هو ربنا بيراديني بيجبر خطري يمكن بيديني على قد نيتي يمكن هو لي حكمة شايف انا تعبت قد ايه في حاجات تانية فدايما فكرة انه ربنا يجبر خطري جديد دايما انا ربطة الموضوع كده لما الناس في سوشل ميديا بتحاول تحطك في قلب معين فما انا عايزة نايما اسأل الموضل بتاع الام يعني هو بجد موضل جميل وانا كمان شايفة ان انت اللي بتبني وانت اللي بتغمري وانت اللي بتغمري بفلوسك ومجهودك ووقتك وفي نفس الوقت الام اللي ما عنداش وقت اللي ماحتاج اشتغل الصبح وارجع بالليل انا عندي بقى كمل عندي جوزي وعندي ولادي انا عمالة هامرة على القصة دي سبب انا قلت لهم قلت لهم انا مش هجيب نورهان اسألها عن نوتريشن نوتريشن خلاص اي اتي فتحوا وصفاتهم انا عايزة اسمع بجد انتي بتعملي ايه يعني ازاي بتقسمي يومك ازاي بتعملي وقت النورهان لو عمل قطة النورهان انت عارفة ياسر كماشا ان انت اخوكي دكتور قلب فانت عارفة حياتهم عاملة ازاي يعني انت عارفة يعني في عزة انت قلت انا ليلة كل لها دكاترة انا الواحدة اللي دخلت بيزنس لا وقلب شايفة القلب كمان كتخصص يعني اللي هو احنا العادي موضوع الطوارئ ده ده العادي في حياتنا وان احنا طول الوقت وقت ومش بتاعه ولو رجع البيت بدري 11-12 دي احنا كده رجعنا بدري ففي فاكتورز كده مخلييني انا اغلب الوقت انا اللي مع البنات وحتى في اللايف ستايل بتاعي انا مش باكل قبل الساعة 11-12 بالليل علشان انا لازم استنى يرجع من العيان انا اسمعت ذي ايه تخيل لأ بصوا يا جماعة انا كنت مدخالا نورهان حتقولي انا بقى في الاتل الساعة خمسة ستة بالليل نورهان انت بتاكل بالليل فعلا ما انا مقضاءها يزعل وفعلا بيصعب علي كمان ما هو مكلش حاجة برضو ما باكلش غير معاه بالليل هتنجزوك الصالحة والله يا جماعة انا اشخاصين لو اتجوزت حاكل بدري وخلص نورهان انت بجدب عندكي شروتين لا لا انه هو طبيعة حياتي وطبيعة شغلي كمان دلوقتي من البيت يعني حتى ايام تدريس في الجامعة يمكن كان عندي شوية لكن دلوقتي شغلي كله من البيت حتى ايام ما كنت بقى قدم بنامك في تلفزيون في ساعات ايام الشغل المعين بيبقى عندي لكن دلوقتي كل شغلي من البيت وجوزي يوم النهاردة عنده وعمليات يوم ما عندوش البنات النهاردة اجازا نهاردة تمارين عادي مفيش روتين انا بقى اقلم نفسي على اللحاف يعني الله اكبر كل النجاح ده وانت بتسحي الصبح ترتاجي تشوفي النهاردة الصبح هنعمل ايه لا هو ممكن الروتين ان انا لازم اصحى بدري انه لازم ابدأ يومي بدري والحاجة المهمة اعملها الصبح وانا لسه مفوقة لان انا شخص ما بحبش بالليل ماش ببقى بالليل شخص غريب ما انت مش صاحبتي من فراغ انا معاك اه اللي هو انا بالليل يعزموني اوكي بس انا بقى قاعدة نايمة انا قاعدة بس نايمة بس وكل يوم فعلا اليوم بيوم كل يوم اللي هو الصبح فيه اولويات ده لازم يخلص النهاردة يبقى الاول يخلص وبعدين بقى ايدي اليوم بقى ارايح اوكي بس انت عارفة ان غالبا انت اخر سي او في الحياة كنت ممكن ان تخير انه يصحى الصبح تقولي انا بصحى الصبح ما عنديش جدول دي ده انا كنت متخيلة ان انا حلاقي جداول لا فيه اولوي فيه جدول بيتعامل بس بتاع اليوم فيه النهاردة دي الاولوي بتاعت النهاردة ده اللي لازم يخلص النهاردة ده اللي لازم يخلص اقرب وقت كل يوم بتغير اه 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 فيه يوم النهاردة فيه collaboration مع brand فيه content لازم يتعامل فيه حاجات لازم تنزل فيه حاجات انا اغلب فيديوهاتي لو مش كل فيديوهاتي معادة branded content معاين تبقى brand هاي اللي عايزة كده even brands بتبقى عايز الفيديوهات اللي انا مصورها انا بكاميرا الموبايل وانا اللي عاملالها edit وانا اللي عاملها voice over وكل حاجة ففيه اولويات بتغير طب وبترتبي ال content ولا بتشحي الصبح كده كده نفسك وانتي بتطبخي بتقومي قررت تحط التليفون ليه ومش عايزة حط النهاردة مش احط النهاردة عايزة اتكلم عمري ما هضغت نفسي لا عملت كده وقت من القوات وبكدت لأ ولازم انزل كل يوم لا لا خالص النهاردة عايزة اتكلم مع الناس هتكلم مع الناس النهاردة عايزة حط وصفة هحط وصفة النهاردة انا لابسة حاجة حلوة عملت ميكب هحط يعني انت واجيش وراكي ولا حد بيرود ولا حد بيرود ده اكاونت بتاعي الشخصي انا لو قلتلك على موضوع انت عافة ان انا بدأت الشركة وقت كورونا يعني انا فكرت فيها وقت كورونا وبدأنا اخر عشرين عشرين ويمكن انا كورونا دي خلتني برضو على فكرة غيرت فينا كلنا حاجات كتير بس انا بحب الماتشا قوي طول عمري وكنت بعد اشيل بقى كميات لدرجة انا مرة وقفت في المطار اللي هو ايه الاخضر البودرة الخضرة اللي مع موضوع غريب برضو يعني انت فاهمة فانا بحبها وفعلا بتفرق فمودي ومن اكتر حاجات اللي بتخلي معدتي مرتاحة ونفسيتي حلوة والحرق وكل حاجة يعني انت اللي علمتيني الماتشا دي على فكرة كنت بشربها في امريكا وما بحبهاش وانت لما بعتيني الماتشا مصالة بس الماتشا مصالة احلم الماتشا العادية ما هي للناس اللي هي مش كيفة ماتشا قوي بتحب المصالة عشان كده احنا عملنا والبلندا ده على فكرة مش موجود في اي حتة في العالم ده ده عربي شرقي مصري دكتور بيبي خالص درجة بيتطلب مننا دلوقتي في الدول لكن احنا كماتشا بقى اللي هو الفكرة بدأت بكده وفكرة اللي بقى عارفة الرزق في اي كمان فيش اي حسائيات بتقولك اي حاجة وماركت سايز ايه الناس مش عارفة يعني ايه ماتشا اصلا فجوزي كان عنده صدمة ان انت اول كمية تقدري تستورديها نص طن النص طن ده برقم وبيتجيبي بالدولار فاللي هو جوزي قال لي يا حبيبتي طب ما انت يعني الناس بتحب طب ما تيجي تعملي حاجة سكين كير وانت شطرة انت صيدلانية اصلا طب ما تفتحي الصيدلية اللي هو نفتح لا انا عايزة اجيب كذا واعمل بقى واطلع بقى ايه المذاكرة بتاعت الامجي ايه واعمل براندينج واعمل 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 والباكتجين كل حاجة انا عايزة اقولك انا كنت بقعد مع الناس انا حطها مناخيري في كل حاجة اللي هو انا كمان في الشغل مش نفس الشخصية اللي هو كنت ببقى دخلة في كل حاجة انا معرفش ليه متسألنيش انا كنت حسن ان انا حب اللي انا بعمله واحط الحب بتاعي واعلم الناس هفهم الناس يعني ايه الشيء ده وبصراحة كنت بقعد اقول والله هو لو ما حدش اشتريه انا هتديل صحابي بقى خلاص بس انا حسن ان دي الحتة اللي انا عايزة اكمل فيها انا بحب السوبر فود قوي وبحب حتة الحاجة اللي مختلفة فسبحان الله انا نفسي ما كنتش متوقعة انه الاقي ناس كتيرة بقى عايشة في مصر عارفينها ولاقي ناس اللي جربها يضمنها نفس الادمان اللي عندي ومستمتعين بفوايدها فبس الموضوع جي من كده اوت اوف حب ان انت تعملي حاجة فعلا انت حبها وشايفة نفسي انه انا على فكرة جبينة جدا مش 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 اتبقى هذي مش عصة خالص والله جدا جدا ويلا واخد رزقه بتاع انت حالف انا بعمل ايه في التيم ال 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 انا بقعد اقول لهم ما تقول ليش عشان بطني يعني ساعة الاستيراد ما تقولوا ليش تفاصيل عشان انا هتوط سيبوني برضو مركزة strategic وماركتنج اللي هو بخاف لو هتوطر فسيبوني فبس الموضوع جي من كده ومن بعدها يعني انا اكتر حاجة مثلا تبسيتني انما نور بتنزل معايا البوث وتبيع للناس اكبر هبقى معايا ودانيا وتاليا دلوقتي تقولوا مؤمني بتحب اكتر حاجة تقول لك السلطة والماركة السلطة وماركة فبس يعني الموضوع بدأ كده والحمد لله هو برضو لما بتعطي تتكلمي هتلاقي حد يروح اقول لك لا طبعا انسي بشاركت تكون يعيني ان تزي بفلوس بباكي ولا بفلوس جوزك والله فلوسي انا اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي من 2008 اتخرجت في 2008 واو بشتغل من 2008 لحد 2017 وبعدين اللي هو ماركتنج ماناجر وما كنت ماركتنج ماناجر لجروب في هاسبيتلز هنا وفي جدة انا كان تحتي 14 حد في التيم بتاعي منهم ناس اكبر مني بكتير قوي انتي بس خلاص انتي عندك الانتعي وعندك النالج وعندك فحلاص وباخد فلوس كويسة جدا بس بس يمكن دي ما قلتاش كتير او قولة فلوسة الكلمة عشان ما بحبش اركز على الحتة دي بس انا اتعرضت لظروف شخصية قوية جدا جدا دروب فزيع في حياتي افقدني اتزاني تماما خلاني اكرر اسيب اسيب كل حاجة ويمكن سبحان الله كل الابواب اتقفلت عشان اقعد وعشان فجأة نور يجي لها موضوع الحساسية وادرس نوتريشن ومن هنا افتح الانستجرام بتاعي بوبليك عشان بفهم الناس يعني ايه وان انا مش بكتب دايت بلان كده وخلاص انا اعلمك تغير بتاعك وسبحان الله والله انا لقيت نفسي فجأة عارفة ما تحسي انه سبحانه انا زعلت قوي على ان انا ضعفت الدرجة ان انا استقيل من شغري كنت في الشركة بتاعت انا طول عمري في الاجهزة الطبية اللي هي حاجة معقدة كمان اكتر وكل حاجة وانا كنت بقدر اقول لنفسي ان ليه ما مقودش نفسي كده يعني ايه حد يكسرني لدرجة انها ما بس فكرة انه الست لما بتوصل في مرحلة لانه شكلك من بره ما اتخرجتي جوزتي جوز الصالح خلفتي البنات فتحتي شركتك نجحتي عندك ام ما شاء الله عندك اطفال انا من بره شايفة انه عندك كل حاجة بس انا كمان شفت عارفة بس سؤال ده ليه لان انا شفت السكرين شوط اللي انت كنت تحطوها في الوقت اللي انت تهجمتي فيه انا اقريت لما الناس كنت بتقول انت عندك كل حاجة في الدنيا هو انت على اساس ونس شافتني مرتدة وبعمل كده عشان مش عاريف ايه وبعمل كده عشان ايه ومش مهم اي حاجة وفي ناس استغلت بقى انه ايه ده الناس بتهجمها طب دولا ايفن وان انا واخد ايه بتاعتي بفلوسي مش عارف منين كنت تبقى اتفرج واتحك وناس تقول اقريبي احنا هنطلع وهنرد جماعة ممكن ما تردوش على اي حد عشان خطري ما تردوش على اي حد لان هو انا عارف ان ربنا هيرد ويجيبلي حقي في الوقت المناسب لانه مش زنب الناس التانية واللي صدق اي حاجة بتتقال من غير ما يعرفني او يفهمني انا اصلا مش عايزا يعني انا اللي كسبانا باي فلطارة بتحصل دايما بقول ان الرياضة علي بيتني الكمبوجر الكمبوجر اللي هو انا عندي طريق انا رايحه انا نجدعه بالدوشة اللي حوالي كني فعلا زي الحوصان اللي عامل كده ده بالظبط وصلتي زي عملت ايه بقضت راعش بتلاقي دي بتتبعش وما نمش ولأ وعيات بس وقعد على السجدة ما بقومش واتكلم مع ربنا بالنهيار بالنهيار كأنه حتى يعني حتى 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 اليقين اللي جواه كانت بتتأثر شوية في مرة من المرات مش هتحك عليك دي دي كانت عامل من العوامل اللي ساعة ما جالي العصب السابع كان عامل نفسي طب انتي كان ورهين لما كنت حاسة بينك وبين نفسك عشان لما تبقى دلوقتي ست بتسمعك وحاسة ان هي في وقت هي مكسورة ومعاها طفلة والطفلة عينة وسايب شغلها يعني دي انا انا مقدرش حط نفسي مكانك انا مش متخيلة الموقف عملتي ايه زاكرت او ايه زاكرت زاكرت يعني انا اي ضغط بتعرض له يا باشتغل يا بذاكر دي اول حاجة دي اول حاجة وبتطلعني وبسرعة دايما دايما انا عندي يقين في ربنا ان هو ربنا هيطلعني وبسرعة ويقيني ويماني بقدراتي وبانه ده هيعدي وده اللي بيحصل لي في كل مرة بتحصل لي حاجة هو ده هيعدي انا كده كده عارفة كل احداث حياتنا بتحصل عليك بتحصل حاجات ده بي اكبر اكبر منك انا ايفن ان انا يا مش هتصدقيني انا عمري ما تخيلت ان انا اكون عندي كل الناس دي بتتبعني انا كنت بعض اقول لي نفسي لو عندي خمسين ست بتتبعني ايه ده يعني فلما الموضوع اصلا حتى كبر انا بدأت احس انه انا كنت مستمتعة الاول اكتر الناس اللي كانت موجودة عندي فاهميني اكتر بقيت بيجي علي اوقات انا حاسة ان انا خايفة بتأثر بفرح قوي لما الناس تقول لي كلام حلو بزع لما الناس تقول لي كلام مش حلو بفرح اما لقي الناس فاهميني انا شخصا ما محبش اصلا اتفهم غلط اصلا عموما فجي علي وقت بقيت خلاص لأ انا دلوقتي لما الناس بتقول كلام حلو انا ما بقيتش بتبسط عادي عادي الناس بتقول كلام وحش انا برضو ما بقيتش بتوجع قوي بتوجع بس عادي وبتبسط بس مش قوي اللي هو بدي كل الحاجة كل حاجة حقها بس انا كنت في وقت لا بتأثر بخاف يعني يعني اللي هو بحس انه اللي بيحصل ده كله يا جماعة الموضوع اكبر مني الكلمة بقى اللي بتتعب نفسيا لأ انت قدوة المفروض ان انت قدوة ايو المفروض ان انا قدوة المفروض ان انا مغلطش حضرتك طب انا لو مغلطتش مش هتعلم ومتعلمتش مش هكبر لأ انا قدوة بس انا انسانة وانا قدوة اخد مني الحلو وداخدش مني الوحش ما هو انا لازم ان انا اكبر لازم انا اطلع كده وانزل واطلع اكتر وانزل فلازم اغلط وانا بحب ان انا اغلط وبحب اني اغلط عشان اتعلم عشان اكبر عشان بقى اقوى ف حسن انك مش عارفة غلطي كل حاجة حتى اقولك في حياتي الشخصية قرارات واختيارات انا كنت انا بعد ابص لنفسي ايام الجامعة يا بجد انا عيضت عشان ده في يوم اللي بجلد وانا ده اصلا سمحت له ايه دخل بيتنا يعني اللي هو ازاي ده زي كوبيتي ازاي عيضت عليه لا وازاي كنت فرحانة بده حد ثاني مثلا اقول ايه ده انا فاكرة في حد اول مع مامي والله كنت راجعة من الصيدلية ما بتقول لي انت فيه النهار ده حد شايفك في الصيدلية واتكلم مع ماما اللي هو انا بقى اوه كان حاجة كده امور قوي بس انا اكتشفت اننا لما جبرت اننا ما بحبش الملامح ده اللي هو حسين فهمي اللي هو انا كنت منبهر اللي هو انا بقى اللي هو مبعدلة قوي نفسي مبعدلة قوي واللي هو هو انا عجبته جد اللي كان موجود النهار ده 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 فاضي اللي هو دعوتي بفكر انه لا على فكرة هو الطبيعي ما انا كان لاد بنعجب الباشر لا لا بتتغيري نظرتك لنفسك بتتغيري لا اول وضحكتني اخر والله كنت الا ايام الجمعة مسكينة كنت مبهدلة خالص خالص مذاكرة ما انا طول الوقت بقالعب على ايه حتى من ايام مدرسة انا عايزة اول تاني اوائل ايه ممكن اقولك حاجة بالعكس انا اكشي احب اتاتش على الحتة دي اوي انت عارف ان انا برضو نفس القصة يعني دلوقتي الناس تقولك يوريكوتشور ستايلس محب الهدو واللبس والحاجات دي كلها انا وانا صغيرة نفس اللي انت بتقولي ان كنت عايزة انجح في المدرسة انا بقى كنت عايزة انجح في الرياضة وكنت بلعب لعب أولادي جدا انا كنت البنت الوحيدة في كل نادي الصيد مفيش ولا بنت تانية معايا كنت مع الولاد وكنت دايما لازم لعب مع الولاد واكسبهم عارفة انت عارفة ان انا فعلتي في سني اول بنت جات بعدي بعد عشر سنين انا كل ذكرياتي بلعب عندي برطوان البالي بتاعي عندي بلعب مسدسات وقفاجون انا اخواتي الولاد انا قبل احنا ست اخوات والثلاثة اللي قبل ايه اولاد فانا كنت بلعب مع الولاد وكنت البنت الوحيدة في النادي وكنت حياتي عارفة ده بيخلي ايه حلو في شخصيتك ما عندكيش وقت لحوارات البنات والسفات اده خالص صفر ولو لقيت راجل من تلتي مش هقدر اتحمل لا وبتفهم يا من الجالة يعني انا عايز اقولك حاجة انا قولي في حياتي ما بفهمش خالص على فكرة وبلد الزيت على سوشال ميديا الناس اللي بيطلقوا يحطونا في كومبتشن مع الرجالة ان انا عشان انا ست قوية وشطرة يبقى انا اكيد بكره الرجالة يبتوها منين يا جماعة ده انا بابايا هو سبب نجاحي واخويا واصحابي الولاد ومدربيني كلهم كانوا رجالة انا مكانش حوالي ستات في حياتي انا فيه ناس بتسأل ياسر بتقوله هي بجد بتطبخ لك هي بتعملك انا ممكن الغي اي انا هو الاول واهله وحياته وظروفه وشغله وماضيه وحاضره وحاسة انها مش بتقلل منك خالص سمعها بليز عشان بجدد احنا كستات قويات وشاطرين بيتحط علينا الحتة بتاعت الكمبيتشن اللي بيننا وبين الرجالة يقولك ايه هو مين الراجل اللي هيجرؤ يتقدم لها او هي اللي يملع عنيها او انت راجل محترم بتقدر تقدر هتلاقي الست اللي هي واسقة من نفسها دي بتقدر تقدر فالمعادلة بسيطة جدا فبلاش نبقى احكام ماشي على الارض لانه احنا مختلفين ولازم نتقبل ان احنا مختلفين بس فيه ثوابة الاحترام بيلاقي احترام التأذير بيلاقي تأذير طب سنسة ان انت فتحتي الضحك بتاع الناس اللي كانوا معاكي في الجامعة وقصتك دلوقتي مع دكتور ياسر حاسة ان بتعويد ربنا وبجد حاسة بتعويد ربنا بصراحة يعني مش عارفة اقولها لك ازاي حاسة بتعويد ربنا عن حاجات كتير يعني بصراحة ياسر بابايا واخويا وصحبي ويعني احنا انا كمان عشان فرق السن بيننا انا دايما بحس ان انا هو قادر يفهمه قادر يحتوي ظروفي وانا كمان قادر يحتوي ظروفه وشغله وحياته وفكرة ان مامتي طول الوقت بتدعمني وطول الوقت تفهميني وطول الوقت اللي بتجي على نفسها بجد عشاني وعشان شغلي فحاسة بتعويد ربنا حتى في حب الناس انا بقولك انا بقرأ سعدت عليقات الستات عندي على الانستجرام ياسر سعد بيقولي انا الستات بتقولك كلام حلو اكتر من اللي انا بقولهولي حب وحاسين انا اختهم وحاسين ان انا منهم فحاجات كتير زي ما بقولك ان يلاقي الناس بتحبك كده يعني ان ربنا يخلي اصلا عندك قبول وانا عندي فيه فيديو عليه 35 مليون مشاهدة انا اصلا مكنتش مصدقة نفسي بين الرقم اللي هو في الاخر ساعت بتخافي اللي هو ايه ده بكل دول شايفت فانا دايما شايف حتة القبول دي وحتة انه ربنا يحبب فيك الناس دايما الناس بتقول دايما هو ربنا بس دار عيوبك هو كلنا فينا عيوب فلو الواحد من جواه بقى مقتنع بالحتة دي هو بس ربنا دار عيوبي لكن انا مش ملاك هو ربنا خلى الناس شايفين الحلو ده وسطر ده ووفقني في اني اقول ده وما اقولش ده هو بس هي دي الفكرة وحتى لما تحس ان انت غير موفقة في حاجة لا هو ربنا عايز يخليكي احسن في حاجة تانية بينك وبينه فدايما ان انا بربط الموادع بالشكل لا وبتسعي يعني انا دايما بقول في السعي رزق دايما امدا دي احلى حاجة يعني بحس انه الانسان لما بيسعى انا ما بكتفيش يعني انا فعلا فعلا why did I feel ان ان انت اكتر شخص لانه بجد اجان انت دايما كنت بتفكري بره الصندوق اشتغلتي في شركة ادوية كنت عادي ممكن تكملي او شركة اجهزة السلك الطبيعي للصيدرانية او حتى على social media انت فاكرة الوقت اللي انا طلعت فيه كانت اغلبوا صور edited حاجات الناس كلها بستايل معين لا انا فضل انا كنت بطلع بالبيجامع عادي طلع منكوش عادي النهاردة عايزة عاية اطلع اقول لنسا انا حسة كذا انا عا فاكرة الموضوع بيتطلب شجاعة بنات يعني صاحباتي القريبين اوي او قريب او اخواتي او ماما تقولي ليه حبيبتي ليه تلاقيت نفسك كده ليه تطلعي live ليه حد يشوفك ضعيفة كده ليه حد يحس ان هو قدر يضايقك ليه تحس تماما يحس ما هو فعلا دايقني هو فعلا وجعني او هي فلانة دي اللي اتهمتني بتهمك اكبر بكتير واللي هو عندي اللي هو لأ انا هي وجعتني وانا دلوقتي موجوعة وانا عايزة شير ان انا دلوقتي موجوعة وعشان تبقي هيومان انا بحب ان انت ماشي حياتك بحس انه لو انا معرف كيش ان حياتك بفاش مشاكل بعمل كده وفعلا مش عشانا اقول يا جماعة لا لا بصوا انا بقى تعب عادي او لا انه فعلا وقتها ببقى حسنه هو لا يمكن انا كشخص ما عنديش اخوات بنات حياتي ما كانتش فيها يمكن ده المخرج ان عندي ناس تسمعني وقت ما بفتح لايب بلاقي الاف الناس احنا ساعات مش بنقدر نفيجولايز الارقام على فكرة يعني الستاد بياخد كم بنا ادم اكتشفت انا اكتشفت كده من قريب حد قلال بياخد 40-50 الف بنا ادم كاسي العالم كم بنقد نشوف منظر الناس تعرفت انه اكبر استاد تقليل بياخد 80 الف انت متخيلة لما انت تلاقي انا فيه فيديو 50 الف comment يعني 50 الف بنا ادم بيحكم علي 50 الف بنا ادم بيقول لي انت دلوقتي من النهار ده كذا وانت تبقى مسؤولة عن كذا انت لو ركستي مش هتبقى انت يا اما اقفل الاكاونت انت عرف اني فكرت اكتر من مرة في الموضوع ده اكتر من مرة ليه بعد وفاة خالو بابا النهاية بتاعت الاثنين كانت واحدة قعدت معهم في المستشفى وفجأة انا رايحين عشان نظبط حاجة الاثنين ماتوا يعني انا خالو مات قدامي انا كنت قدامي يعني هما من كتر ما الاجواء كانت متوترة مش الطبيعي ان هما الجهاز الدي سي يبقوا حد من اهل المريض موجود بس انا كنت تسللت كده واللي هو خالو مات قدامي وانا خالي ده ابويا قوي يعني بابا كان عنده غلطة بقاله سبع سنين فغلطة مخ فبابا كان زي بيبي كده فخالو مات قدامي دي كانت النهاية قدامي بعد اثناشر يوم قعدة جنبه للنهار مات قدامي يعني بعد شهر انه احنا هنبدأ رحلة جديدة بعد ما استنيين يخف من كورونا لا احنا النهاردة فيه تشخيص جديد ايه هو لا اصحنا شكين في موكرو مايكروزوس اللي هو انا الدكتور هو بيقول لي اخواتي اتنين مهندسين هم مش يفهموا وبحاول تطمنهم وبطمن اللي حوالي انا كلمت اخويك كبير قلت له انزل مصر بابا بيموت كده بزبط انا اللي بقول له احمد بابا بيموت وانا اللي اقول له حبيبي شوف شغلك خليك كل حاجة تمام مش عارف ايه وبتاع انا اللي كده بزبط يلا احمد انزل بابا هيموت في خلال الاسبوعين انتي مستوعبة وده كاترة بتقول لك يلا روحي البيت عشان انتو بتدفعوا فلوس قد كده على الفاضي هنفصل كده ما تفصلش ما تعملش ادي كمان قرارات مش سهلة وعايز اقول لك ان في الوقت ده قلت على سوشل ميديا كان عندي حفلة توقيع لكتابي ورحت وتصورت مع الناس وانا مبتسمة وانا كويسة كان عندي كامبينز متفق عليها واخد وصورتها ونزلت كل ده ما حدش حاسس انا من جواي عاملة زي لان انا عايز افضل وعايز افضل وشركتي وكنا بنلونش حاجات جديدة بس بعد حالات الفقد الشديدة ده اللي انا اكتشفته ان بيحصل لك حتة كده في علاقتك بربنا ما بتبقيش فهمة انت عارفة ان فيه ناس بتبقى فيه ناس بتروح معا الموضوع اكستريم انت بدلا ما تقربي او تبعيدي قوي تبقي شايفة ان انت انت شايفة حاجات معجزات بتحصل وحاجات حد يعني خالو كان معمالي يدحك العيلة كلها في جاذرينج تاني يوم رحنا بين المستشفى نتطمن فجأة كذا فجأة عمليات فجأة يعني كل ده بيحصل ورا بعضه فلما بتتعرضي فبعدها بيحصل لك اللي هو ايه ايه ارور كده اللي هو ايه انا مش عارفة انا عايزة بقى كويسة علشان برضو مامتي مش هتتحمل اللي لسه فقد جوزها جوزي مش هيتحمل اللي عاش معي كل الفترات الصعبة بطلع من حاجة بناتي مش هيتحمله الناس اللي متابعيني اللي أنا بديهم انيرجي حلوة اللي أنا بقول لهم يا جماعة الحياة يعني 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 تلوقتي تكلمت على كل حد فيهم فراحة ده الغلط اللي أنا عملته ووصلني الكارسة من كتر ما حاولت اتماسك مسكت نفسي عارفة ما تمسكي حاجة قوي روح تكسرها انا روح تكسراني رفضة اني اتكسر رفضة اني اعيط رفضة اني ابان مهزومة اني ابان مش راضية بقضاء ربنا رفضة اني عايزة بقى كويسة بسرعة لا اما انا كنت ما بقاش كويسة عشان كده كنت حاسة ان جزء من قربك لربنا خدتي خطوة معينة وبعد كده خطوة بحلم بيها وكل اللي عارفني عارف اني بحلم بيها وبحاول فيها من سنين وعايزة كون بأحسن صورة فيها بس سبحان الله حتى بعد اقول لربنا كنت بعد اقول له طب انت عارف ان انا بعمل ده علشان انت كل اللي بتدهوني كتير علي وانه مجرد ان انا قادر اقوم من الوقعات دي ده انا بشكرك عليه فانا بقرب لك فليه انا مقدرتش اكمل فجأة بعد ما انا عايزة الموضوع قوي فجأة حسن المسئولية جبيرة جيت محدش مين قد دين زي الاسلام او اي ديانة انك تمثلت ديانة وحد يقول لك اطلع الترند دي ايه جماعة هو ايه الترند الترند يعني ان احنا بنبقى امعا يعني الناس بتشتم يلا نشتم معاهم الناس بتفقف يلا نفقف معاهم امعا احنا عندنا حتة ستجما كده اللي هو لا محجبة يعني كذا مش محجبة يعني كذا مش عارف انت ما تهضريش انت اللي هيقلعه بسبب كل اللي هيلبسه ايه جماعة ده ايه ده بجد معنى صحابي كل واحد حر انا مودست جدا انا مقفلة وبحبها وبلبس فولكيني من زمن ما بناش نحط بعض في قالب ففجأة كل حاجة في حياتي بقيت متغيرة وما بقيتش عارفها بقى نفس البناء اي ده وفي نفس الوقت انا عايزة افضل احافظ على اللي انا وصلت له وافضل مسكة نفسي ففي الاخر اكتشفت انه لأ انا لأ انا كان لازم اعترف باني ايه المشكلة ما كنت اتكسر راضي افكر انا بس انا واحدة من دنياتي كبرت وشافت الاشاعة اللي مكتوبة ولا الكلمة اللي مكتوبة انا بس هذا زعلت مثلا النقانات تليفيزيون وجرايد يا جماعة احنا سبنا ان انا مثلت مصر في كذا حاجة وعنتي كتب نجحة وكنت فيس بتاعة منظمة الصحة العالمية وتكرمت في دبي كذا حاجة كل ده عمر ما الجرايد اتكلمت عنه وعمر ما تليفيزيون اتكلم عنه انتي فهمت اتكلمنا امتى البلوجر ايه ده ايه ده ويظهرين موزيعة لابسة ايه جماعة انتوا بجد احنا بنعمل كده بحد وهو بيقول انا نفسيا مش متزن يعني وهو حد بيقول بيعترف بانه جماعة انا مش متزنة وحاولت اخرف بعدم اتزاني بخطوة اكتشكت ان الخطوة دي محتاجة قوة فالناس قاسية كما قلت كده الرياكشن كان ايه يعني لما طلعت قلت يا جماعة اعترف اني ضعيفة واني انا مش عارفة الرياكشن كان طب طبا انا سبت الكومنس انا سبت الكومنس كان فيه ناس تبين ان هي لا هي مريضة ناس مريضة عاصلو ان مش كلناس بتحب الشخص على فكرة اللي ايبن قادر يتصالح معنافسه وفيه ناس لقيت انه بجد لا بجد على درجة عالية جدا من الوعي اجان حتة الكمبوجر بالنسبة لي وحتة ان انت ازاي بتبقي زي ما انت عملت والحتة الفكرة انه الناس كلها كنت بتقول حاجة وانتي قررت ان انتي هتفوكس على نفسك هتعمل الرياحك وحتكملي في سلك حياتك وحتريكوفري من الالم وحتريكوفري انت مش اول مرة اول مرة كانت العصب السابع صح؟ وقبل العصب السابع كان عندي حاجة في حياتي الناس كلها كنت بتقول whatever بيقولوا ايه حتة الناس بتقول دي انا لو ركزت في ان الناس بتقولوا الناس هتعمل ايه ممكن بس استوى يعني خليني الناس هتعمل ايه في الاخر الناس هتقرر تعمل كذا الناس هت هو ربنا شايفني من جوا وهو اللي هيعملني في الاخر فانا لو عملت حساب للناس زيادة عن لزوم انا هقف او هخرج عن المصار اللي انا بقولك عاملة زي الحصان اللي عامل كده طول عمري بتأثر اه بس بارجع اول محط نفسي في الحتة دي هكمل كده اديني نصيحة لكل ست بتسمعك دلوقتي وهي وكل راجل على فكرة احنا نجلا قوي يعني وحلوين قوي ادينا نصيحة لكل واحدة كلام الناس بيحدد قراراتها ومش عارفة تتعامل معاهم مش عشان هي مركزة هي مش عارفة يعني هي وصلة في نوع من الضعف ان انا ضعيفة قوي والهجومة اللي عليها اقوى مني عامل ايه انا دايما بقول حاجة طول عمري بقول يا رب ديني على قد نيتي وعلى قد تعبي على قد عارفة اني كنت بذاكر كتير قوي قوي فانا عايزة على قد تعبي وعارفة اني نيتي خير والله في اي حاجة فهو بس كده اللي هو دايما بركزي في انه الفترة دي كده كده هتعدي وبصي على نفسك بعد ما هتعدي عملتي ايه بقى انجزتي ايه في الوقت ده عشان هي كده كده هتعدي وعتطلعي منها كده كده ترفض زي في الاول قلت لنا طلعت منها بالمذاكرة وطلعت منها بالشغل انت شخص بيلاقي حل للمشكلة ما بيعودش عيط يعني بيعيط لانه هو كل الناس عيط بس في فرق بين انهيار انهيار بس انا انا بعيط بفكر عامل ايه بدو سامثين باوتت يعني دايما كنت بقول في ازاي يعني حعيط وعايد اقول لك الغلطة مش انا قلتلك في الاول الغلطة اللي عملتها ان انا وقت وقت العياط مدتش العياط حقه فرجعت دفعت لا عادي ان احنا نضعف وعادي ان احنا نتكسر وعادي ان احنا حياتنا تقف خالص خالص فترة وترجع اديني بقى كابسولة بتاعة النرد نورهان نطلع من الموضوع ازاي واحد اتنين اول اكتر الناس قريبين مني بتكلم معهم وكتير والمش بتكسف ومش بتكسف اني اقعد اقول كل الحاجات الملغباطة الجواية وعلا فكرة فيش حد مش في حياته حد كده بس احنا ساعة اللي ما بيبقاش شايفين فبتعبر يعني فلازم بعبر جدا بكتب اخر فترة روحت السيكولوجست اللي هو الحدسية انه ايه دلقه انا فعلا محتاجة وانا كنت بقى معنده لانه انا كنت وصل المرحلة انه انا اصلا اغلب الدكاترة عارفيني فانا زي هروح لحد هفتح له حاجات جواي انا مش عايزة افتحها فاللي هو حاجات سيشن انلاين ودكتور لبناني وطلع عارفني اول بفتح فروح ترايح وقال الدكتور مصري وعدت اتكلم مع عيدي بقيت احسن شوية بعدين رجعت بقى انا بدأت اعمل ايه بدأت اركز في حتة الشغل وانا هعمل ايه بعدين بس بدأت اكتب بايدي اكتر بدأت ادي وقت بقى لنفسي بقى اكتر بطريقة ما كنتش متغل اللي هو ايه ده انا بقالي شوية اصلا مش حبة نفسي اصلا انا بقالي شوية انا بقالي كتير مع سلام من ساعة الوفاة خيلو اللي هو ايه ده انا بطلت اعمل فيديو اطلع واشرح واعمل وذاكر اللي هو انا انا في حاجات اتغيرت جواي فاللي هو بدأت ارجع للحاجات اللي انا كنت بحبها انا كنت بتفرج على فيديوهات قديمة لها اقول ايه ده ايه الانرجي ايه هي ايه دي ايه دي ايه البناء قدمة دي يا جايبة من كل النشاط والطاقة الاجابية اللي فعل ناس كنت بتقول عليها انا ما كنتش شايفها في نفسي رجعت نفسي للحطة دي ودايما دايما دايما كل ما بتقتنع من جوا هي فترة وهتعدي واكيد في حكمة من ان انا بفقد الاتزان او بفقد شخص او بتجرح او بتئذي او او بخسر حاجة او بفشل يعني الفشل مؤلم جدا على فكرة فكل الحاجات دي هو اكيد في حكمة فبتلاقي نفسك بجد في الاخر انتي اصلي كده كده المرحلة دي هتعدي يا كده كده هتعدي المهم على ما تعدي انا ورا كده في الخلفية بعمل ايه حسن انك رجعت تاني اه احسن كتير مش قوي في حتى lesn مخضوضة بس زعلانا من نفسي وزعلانا على نفسي وزعلانا من ناس لانه لانه زعلت انه اصلا انه عارفة لمساعد بتزعلي انه في ناس كده اصلا لان كنتش عايز收تدق انه الناس اصلا كده اصلا عموما زعلانا اني ما كنتش قوية واني متمسكتش باللي انا عايز اعمله حبت زعلات كده لانه انا عندي الحتة دي في شخصيتي بس في نفس الوقت فرحانة اني دلوقتي اشوف اي حد بيكتب نيجيتف كومنت يعني انت هتشوفي فيه ناس هتقولها الكلام كويس اشوف وقول مش مش موجوعة خالص بالعكس هو انا دايما بشوف الشخص اللي بيتكلم وحش عن حد هو ما يعرفوش او هو سمع عنه حاجة او هو قايم انا بقعد اركز في الشخص نفسه هو بيقول ايه مش هو بيقول ايه على مين بقعد اقول يا طار اتعرض لايه في حياته تخليه بيحلل الناس بالطريقة دي وبيكتب كده على الناس وبيوجع الناس كده فبقيت مبسوطة لكن عارفة زمان كنت عاد اقول ايه هو انا ليه حد اصلا يشوفني كده هو انا ليه حد يفهم ان يصدق اصلا ان انا كده كنت بتوجع دلوقتي لقعتي والله هو لو مصدق يصدق هي مصدقة تصدق اللي بيعمل يعمل اللي بيحملني برضو اكتر من طاقتي ويقول لي لا انت المفروض قدوة ما كنتيش تكلي مش عارف ايه قدامي انا ممكن اقولك عفيك ان انا ما بقولش غير طول اليوم كذا لا انا بنا قدمة والله يعني انا لازم انسانة عادي وما تحطنيش في قالب ان انا لازم اكون الحاجة اللي انت عايزها تكون لا انا هكون انا وهفضل انا انا عايزة اسأل السؤال الدهبي بتاعي بقى للوقتي احنا بتوين المنتل طوفنس وقدي احنا ناس وبعد ما اتكلمنا عا كل الكمبوجر والكلام الحلو ده بين المنتل طوفنس والمنتل والنس شعراء صغير نورهين انديل ما بتقطعهاش ازاي يوم ما تعلمت انه انا لازم اغلط وعايزة اغلط ولازم الناس اللي حوالاها تتقبل اني اغلط علشان هو ده اللي هيخليني احسن وهيخليني انضج وهو ده اللي هيوصلني لمرحلة الندوج والاتزان بتاع انه الرحلة دي مش خط مستقيم ولا عامل كده ولا عامل كده لا هيخط عامل كده 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 ولما تطلعي في اي قمة القمة برضو بتاعته مش عاملة كده القمة عاملة كده وبتاخد ناس كتير معاكي فوق ناس كتير غلطوا كتير وتعلموا كتير وفي الاخر ونس في ناس سقفت لهم في ايام وفي ناس نفس الناس على فكرة يوم ما وقعوا هم اول ناس تخلوا عنهم ورجوا يسققلهم فلازم تتقبلي فكرة انه احنا بنا قدمين بنتغير بنتشكل وهو ربنا ليه حكمة في كل ده فبالراحة بقى على نفسنا عشان نقدر نكمل عشان هي رحلة احنا كلنا احنا طراب يتكلم مع طراب رايحين على الطراب كلنا مشين فنمشي كده وإحنا ايه لطفاء بتهوني الرحلة على نفسك بايه بهون الرحلة على نفسي بايه مش عايدة اكون كئيبة بس انه هي فعلا كده كل حاجة رايحة تعملي ايه بطب طب عليكي كده ايه اللي حاجة العبيتة الصغيرة انا ممكن اروح لدانيا وتاليا اللي هما بقولي يعني الاول كانت نور بس يعني اكتر بس النور بقت حساسة بتتأثر لما تلاقيني داون اكتر ممكن لقى ايه رحت معياتها في ثانية هي حساسة اوي دانيا وتاليا شوية شخصيته فقعد اقولها تاليا ممكن تحدنيني وطاليا شوية شخصيته غير دانيا تماما عافية تاليا شوية اللي هو قعد اقول لي تاليا دي لجيب لنا حقنا كلنا اقول لها تاليا موفا تاليا ممكن تفعصني بقى اللي هو حسب فاروح وقول لها اه احضنيني وتبطبي علي يعني دايما بريلي يعني دايما تلاقينا دايريتي منتهية عند نفس الحتة اللي هي في الاخر هو هو انا متأكنا ان هو ربنا اللي هيطلعني منها وبسرعة وهو ليه حكم بس بجد نفسك في ايه في اللي جاي حاديكي دلوقتي مصباح تدعكي تطلعوا انه الحلم اللي بجد نفسك في ايه نفسك في ايه نفسي في الرضا انا انا رضا مامتي واهلي يعني مامتي وجوزي واهلي بولادي باهله انا بحب قوي ان حتة دي نفسي في راحة البال والستر والصحة والنق فعلا فعلا ربنا يستخدمني يعني دايما بقول ربنا يا رب يعني لما اخدت لقب سخير البنك الطعام المصري انا قد ما انا كنت فرحانة قد ما كنت بقوله يا رب مش عايزا يكون لقبه خلاص انا عايز استخدمونه يعني نفسي اني قابلا مامشي اكون عملت حاجات وانه انه الرحلة تكون نهايتها باني فعلا قدرت اعمل حاجة قدرت تعملي حاجة يا نورهان احلى كلام القلب دايما معاكي والله انتي اول ما كلمتي قتلك انا حسن راح اعود مع حد اللي هو جلسة نفسية بس بجد انتي طول عمرك ملهمة ولما جيتي هنا كنت ملهمة اكتر ويشارد من القلب زي ما انا توقعت نفسي الستات يكونوا شايفوا جزء تاني من نورهان اللي مش موجود على التوشيال ميديا واللي بيانسبير دم وان شاء الله يعني عيصايو وانتي بتطلعي ولسه شايفة انه اللي جاي احلى بكتير قوي وربنا هيكرمك في نفسك وفي اهلك وفي بناتك وفي جوزك وفي عملك عشان دايما بقول مع السعي رزق وانا بشوفك وانتي بتزعي وتصني عشان انتي شوفتي من الاول لكن الناس بتجي في الاخر وبجومه على شيء معينة عمرهم والناس كمان مش بتعمل حاجة قريبة خالص من اللي احنا بناملهroz بتصوري وتصوري وتتمرني لأ انتي حاولي تعمليها هواتصوري وتتصوري وتتصوري وتصوري وتنزلي نفسك وانتي ضعيفة وانتي قوية أو تعملي كده يعني تخطي نفسك كده في الحتة دي حاولي اقربي انا بقول نجحت عارفة لما بيقول انت بتعمل ايه بنجح لسه لما بختار اعمل حاجة بنجح فيها احب نفسي ماشية في رحلة اعمل انت خليني مبسوطة اعمل انت خليني حبة نفسي شايفة نفسي في حتة حلوة احنا في الاخر بنفتح الباب للناس تيجي بيتنا واحنا بندخل بيوتهم فانت ونعمة الست اللي بتدخلي بيت فعلا فعلا يعني لما بتفرك عليكي ويناس كلا بتنور البيت لما بتفرك عليكي بحس انه بجد I get inspired وهدوئك ولزاستك وطبتك بينا الحمد لله صباحك خير احلى صباح مش عارفة اقولك ايه بس so happy that you're here وصباحك خير